يا صباح الفل على كل مشاهدين ومشاهدين القناة الصحة والجمال في كل مكان واهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاهوة النهاردة بإذن الله هيكون معنا فقرات كتيرة انا عايز كل الناس اللي بتفرج علينا دلوقتي في نجاني الاهوة قدامك او كباية الشاي قدامك او كباية الشاي بلايبان قدامك عشان كل كلمة احنا هنقولها هتكون مهمة جدا وكلمة من ضيوفنا وضيوف مهمين جدا ان شاء الله هنكون على قدر المسؤولية ان احنا نوصل لكم معلومة كويسة افادة كويسة تكون مصدر معلومة وان شاء الله بإذن الله على المدى بالنسبة لكم فاول فقرة بالنسبة لنا النهاردة ان شاء الله هيكون معنا الاستاذ اسلام الشاهد صاحب ورئيس مجموعة شركات اير تيك جروب اسلام النهاردة بصراحة جاي مش بمجرد درداشة هدية احنا عارفين الازمة والوباء اللي احنا عايشين فيه تقريبا من شهر اتنين اللي فات كورونا 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 كابوس كبير جدا احنا عايشين فيه كل العالم بيحاول ان هو يسيطر من خلال اختراعات من خلال علاجات من خلال احترازات من خلال حاجات كترة جدا لكن في كل الاحوال لغاية دلوقتي ما فيش حاجة اتعملت بشكل فعال تثبت ان احنا قدرنا نسيطر على الوباء ده هنا في مصر بنحاول بقدر الامكان طبعا من خلال القيادات ومن خلال الوزارة الصحة ومن خلال المجتمع المصري ان احنا بنحاول نسيطر على القصة دي من خلال الاحترازات معينة وجيه دورنا احنا كشباب ان احنا يكون لنا دور ايجابي في الموضوع ده وده اللي احنا هنعرفه من خلال الاساس اسلام اهلا بك يا سلام زي حضرتك سواح الفل سواح الخير عليك وعلى كل الناس اللي بيسمعونا دوقتي انا والله النهاردة جيت عشان الموضوع الفيروس كورونا زي ما حقاك قلت في البداية الفيروس كورونا واللي الناس بتمر بيه والوضع والازمة اللي احنا بنمر بيها فاحنا كدورنا كشباب ان احنا لازم نقف وقفة كويسة جدا في المجتمع وقفة مع البلد ان احنا لازم نعدل القازمة دي ونتكتف كلنا كشباب ان احنا نعدل المرحلة دي ان شاء الله من غير ما نفقد حد عزيز علينا وربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله وربنا يحفظنا كلنا ان شاء الله يا رب امين الله بايمين بداية كده يا رسول اسلام عايزك تحكي لي بشكل مبسط او تقدم نفسك للمشاهدين الكرام ببساطة كده انا اسلام سعيد ساحب مجموعة شركات ارتجروب انا واحد من ضمن وكلة الاكبر شركات تكييف في مصر واحد من ضمن انا شركات بتشتغل في مجال التكييف ومجال مع اولاد انا احنا طبعا عندنا ضرف الشركة عندنا شركة عندنا مقصمة لكسمين القسم فيها البيع اللي هو الافراد اللي هو المختهلك وقسم البيع التجاري البيع التجاري ده اللي هو بنتمه عن طريق الشركات احنا انا الحمد لله يعني الحمد لله رب عمين انا كواحد من ضمن الشباب الحمد لله بدأت الاول صغير الحمد لله النهاردة بدأت ان انا اكبر بدأت ان انا النهاردة بقى واحد من ضمن اكبر و serait Rosie في شركات تكيف الحمد لله يعني حلو حلو ان الواحد يكون الطموح مزرعة جوا من هو صغير الحمد لله احكيلي بقى يعني هل انت كعقلية بيزنس أصلا طالع كعقلية بيزنس ولا شفت نمازج معينة قدامك وقلت أنا عايز أعمل كذا طبعا كل واحد بيبقى قدامه نموذج وبيمش عليه بس إحنا كشباب طبعا الطموح ده جوانا والحمد لله رب العالمين الإنسان اللي هو عنده طموح بيحاول ما هو ينميه ويكبره وبيوصل وكل مجتهد ربنا بيوصله للأحد أكيد 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 طيب نخش بقى في الموضوع اللي أنت محضر هنا أحكينا شوي على الاكتشاف بتاعك بص هو أنا مش هقدر أعلن رسميا دلوقتي إنما هعلم في حلقات تانية من البرنامج وعيدك إن أنا أكون ضيف معك في البرنامج وإن شاء الله وكون قناة الصحة والجمال هي عندها السابق إن شاء الله في الموضوع بس أنا دلوقتي مش هقدر أتكلم غير في خطوط عريضة بس في الموضوع نتكلم الأول في الفكرة جات لي إزاي؟ جات لي إن إحنا أنا ومجموعة من أصدقائي فينا المهندس وفينا الطبي وفينا الكيميائي فكرنا في فكرة كده وهي كانت الفكرة أصلا مطروحة بس إحنا بنحاول إن إحنا نعدل الفكرة دي إنها تتواكب مع الأزمة اللي بتمر بها البلد كوي سوي بص هي الفكرة كلها أو الحاجة المحورية اللي بتدور حواليها فكرة حضرتك والأساس فيها إن لازم كل واحد فينا يكون لي شكل إيجابي في المجتمع بتاعه لازم يكون لي بصمة على أساس إنه هو ما ينفعش إن إحنا نقعد نتفرج لو حصلت لنا أي أزمة إحنا كشباب أو قطع شباب كبير جدا لازم يكون لنا شكل إيجابي بطريقة أو بأخرى يعني نساعد بها الدولة نساعد بها الحكومة يبقى لنا أثر إيجابي في مجتمعنا الحقيقة وإحنا بمناسبة الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه مع الأستاذ الإسلام عارت خبر كده حصري بيقول إن فيه شاب اسمه محمد خالد محمد خالد كتب كده في أحد الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي بيقول إنه هو عنده استعداد كامل إنه هو يلبي طلبات أي بيت يكون فيه مصاب في مقابل إن الراجل ده ما ينزلش ويعرض نفسه يعرض اللي حواليه للإصابة وبصراحة إحنا حبينا محمد حامد طيب أوكي إحنا معنا مدخلة مع محمد هيحكي لنا بشكل سريع حول المبادرة بتاعته دي وهو أساسها إيه وجات له منين أهلا بيك وأنا بحابي بشرف يعني أرحب بيك في برنامجنا النهاردة وحكي لنا بشكل سريع الفكرة دي جات لك منين تماما فعنم بص حضرتك الفكرة جات لي إن أنا كنت بشوف ناس هنا عندنا مثلا أنا عاد في قوتنا الملوفية كنت بشوف ناس بتعمل مريض كورونا دوت إنه عنده حاجة وحشة جدا يعني مثلا بيعملوا وحش يخافوا يقربوا منه بتاعه تماما فكنت قاعد أنا واحد صاحبي وبتاعه وعايزين نيعمل فكرة بحيث اللي إحنا ما ننزلش الناس دي من بيوتهم كويس طيب آه فضل طيب أساس محمد قبل ما تجيلك الفكرة دي أو لما جات لك إنت ما جاتش ما جاش خاطر في بالك كده إنك إنت تعرض نفسك لخطر أو مش خايف على نفسك بص حضرتك أنا جالي دسال كتير خاف على أهلك قبل ما تخاف على نفسك والكلام ده بس إحنا طبعا بينقامل نفسنا بقلبين جوندات وكمامات فطبعا ربنا إنت خارج تعمل حاجة خيرة هتسئذي ربنا طبعا معنا إن شاء الله بإذن الله وطول ما أنت نييتك طبعا خير ومساهمة ومساعدة أكيد في حل الأزمة إن شاء الله بإذن الله يعني عملك إن شاء الله بإذن الله يعني هيكلل بالنجاح وإحنا نتمنى إن كل الشباب تحتزي نفس الحزب بإذن الله سيد إسلام حبيب توجه كلمة لمحمد بشكرك يا محمد وإحنا كلنا كشباب المفروض إن إحنا نقتضي بحزو محمد وإن إحنا كلنا نبقى صورة يا ريك كلنا زي يا محمد وإن ساعد مريك كورونا إن هو ما يتحركش وإن إحنا كلنا نبقى زي محمد كده يا رب بشكرك يا محمد شكرا جدا شكرا يا محمد شكرا نماذج يا رأي محمد صورة للشاب المصري الجدع اللي بيحاول إنه هو يساعد مريض كورونا وبيساعد الدولة إنه هو عصد خلي بالك يعني هي الفكرة كلها إنه إحنا زي ما قلت لك في الأول لازم يبنلين أثر إيجابي ده غور الشبك في المرحلة دي لازم لازم أنا مش لازم أكون في منصب عشان أقدر أخد خطوة مش لازم أكون في القيادة عشان أقدر أخد خطوة أنا في بيتي ممكن أخد خطوة إيجابية في الشارع بتاعي أخد خطوة إيجابية مع أصحابي مع الجران مع المحيط مع المجتمع بتاعي بقدر إمكانياتي أحاول أخد خطوة إيجابية تكون مساهمة تساعد لازم تكون لنا بصمة إيجابية إحنا في أزمة كبيرة جدا وصعبة جدا أزمة مكتاحة العالم مش مكتصرة على مصر فبالتالي لازم يكون لنا أثر لازم يكون يا جماعة لنا تأثير إيجابي جدا ما ينفعش نقعد نتفرج ونقول أصلا هم بيعملوا وزارة الصحة بتقول الحكومة بتاهم وأنت فين أنت لازم يكون لك أثر إيجابي لازم تكون مؤثر مؤثر أن احنا نلتزم بقرارات اللي بتقولها وزارة الصحة مؤثر أن احنا نكون ملتزمين أن احنا معايد حاضر ما ننزلش في معايد حاضر ملتزم أن فيه كمامات لازم نلبس كمامة ملتزم بالاحترازات الشخصية والعناية الشخصية لازم نعمل كده ما ينفعش اللقموا بلاء اللي حصلت الفترة اللي فاتت كانت سبب كبير جدا في انتشار وزيادة عدد الإصابات والوفيات فبالتالي احنا لازم في الفترة اللي جاية نعيد الحسابات لازم نكون على قدر المسئولية إيطاليا بعد ما كانت من وباء منتشر بيحصد في الأرواح دلوقتي تعالوا تفرجوا إيطاليا من بارح تقريبا مسجلة زيرو إصابات زيرو وفيات آسف زيرو وفيات إيطاليا بعد ما كانت ضمار فكل ده وعي كل ده مساعدة كل ده مساهمة أرجع ليك ونتكلم تاني ونقول هياخد هياخد ان شاء الله بإذن الله مشروعك ده هيطلع النور إمتى ان شاء الله والله احنا ذلوقتي في مرحلة التجارب بدأنا الحمد لله ان احنا الفكرة كلها جات لنا ان احنا بدأنا نشتغل فيها ذلوقتي احنا في مرحلة التجارب احنا ما بنجربش بس من ناحية الهندسية لا ده كمان لازم الفريق الطبي اللي معنا بيتابع أكتر والفريق الكيميائي بيتابع أكتر بحيس ان احنا يوم ما احنا بنقول احنا عملنا حاجة لازم بنكون متأكدين منها بنسبة 100% ان هي ان احنا خلاص تبقى امنة لنا وان هي تنفع المجتمع اللي احنا فيه وطلعنا من الازمة يعني هي الدولة عندنا المصرية بتعمل كل حاجة بحيس ان هي طلعنا من الازمة اللي احنا فيها فاحنا كدرنا كشباب ان احنا لازم نقف جنب الدولة يعني الدولة عندنا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل لنا عمل لنا احنا كشباب مسألنا عمل لنا تسيئات طبعا سيئات مادة متأسلات كبيرة جدا لقطاع الشباب والسيد الرئيس الوزراء والسيد الرئيس الوزراء المعنيين والسيد الرئيس والسيدة وزيرة الصناعة هو كله كل قيادات بصراحة كل قيادات في مصر والقطاع الاداري والقطاع الاداري كمان في الدولة السيد الرئيس الوزراء الاداريين برضو مسألنا حاجات كتير كحنا كشباب والبنوك برضو البنوك برضو عاملنا تسلات في الكروب بطريقة كبيرة جدا انا واحد من ضمن الناس اللي لمستها مع البنوك يعني الناس مالهاش حجة انا واحد من ضمن الناس اللي مستها مع البنوك في الكروب البنك وقف جنبي وقف جنبي كتير جدا في الكروب انا اخدت الكروب الحمد لله رب العامين كنت من الملتزمين مع البنك في السباد خدت مبالغ كبيرة جدا سوالح ان حضرتك اصلا يعني قصة كده واضح لنا ان انت رجل عصامي بدأت منزله مع تمتش لعلى أب ولا على أخ ولا على أسرة انت حبيت تطلع بشكل منفرد تبني نفسك بنفسك وده انا موزك صراحة انا بحييك والطبيعي ان الناس تكون محتزية به انتو كتيم كله كتيم هندسي ولا عشرة مختلفة لا طبعا احنا فينا الهندسي وفينا الطبي وفينا الكيمياء بحيث ان احنا كلنا كتيم وورك كلنا احنا كفريق عمل كلنا بنكمل بعض انما انا يعني احنا مش هنعمل حاجة هندسية بس لا الهندسي لازم يكمله الطبي لازم يكمله كيميائي عشان احنا لما نقول ان احنا عملنا حاجة تبقى قريجي حاجة حاجة مزبوطة وحاجة كويسة وحاجة لانت استخدمناها يعني احنا الفكرة احنا عملنا اصلا اساسها ايه ان احنا كان فيه شركة عالمية كانت عاملة كان ايام فيروس ال H1N1 فيروس الانفلانزة الخنازية فهم كانوا عاملين تجربة كده ان هما الشخصين قاعدين في مكان الفيروس ما بيتنقلش للشخصين عن طريق ما يتنقلش للشخصين ما يتنقلش للشخصين اه فاحنا من هنا جات لنا الفكرة ان احنا نعمل في الفكرة دي ان احنا نستخدم الفكرة دي تتواكب مع فيروس كورونا اللي بتمر بي البلد اه تمام يعني احنا مش عايزين نحرق الفكرة قوي لغاية ما تدخل طور التنفيذ ان شاء الله احنا حطينا خطوط عريضة وشوقتنا بس عشان نعرف اكتر اكيد ان شاء الله هتكون معنا في حلقات تانية بشكل مفصل ان شاء الله انا حابب اشكرك في الطالة السريعة دي وان شاء الله باذن الله هتكون معنا على وعد ان احنا هنكون مع بعض فترة تانية ان شاء الله باذن الله ان شاء الله انا بس في حاجة انا اه برضو عندنا وزارة الصناعة وقفة جنبنا جميل جدا تمام السيدة وزارة الصناعة مفيش حاجة احنا طلبناها وهي ما نفذتهاش استادة من ناحية الادارية كل الورق اللي احنا بنعمله بيخلص بسرعة جدا الكتاع المالي برضو في البنوك وقفة جنبنا بشكل كبير جدا انا من هنا بشكر السيدة وزارة الصناعة والسيد رئيسه الوزراء تحية كبيرة جدا لوزارة الصناعة وبرضو ما نقدرش ننسى الغرفة التجارية عنص إبراهيم العربي القاب الروحي لنا احنا كلنا كموزعين الشركة العربي هو القاب الروحي لنا والحاجة محمود طبعا ربنا تدي له الصحة يا رب تحية من هنا من الأستاذ Islam لشركة العربي والوزارة الصناعة والغرفة التجارية وكل اللي بيساعد وبيساهم في تنمية قطاع الشباب هنطلع لفاصل عشان نرجع نكمل فقراتنا خليكم معنا